تذكير بأهم العناوين محافظ صلاح الدين يطرح خارطة المشاريع الخدمية في الاجتماع الدوري لمجلس صندوق إعمار المناطق المتضررة صلاح الدين تتربع على عرش السلة الغذائية بـ 850 ألف طن حنطة والاستخبارات تقبض بعملية نوعية على قاتل أحمد النزال بالخصم التنسيقي الشيعي يتبرأ من الهجوم بالطائرات على احتجاجات التيار الصدري وتحديد العشرين من تشرين أول المقبل موعداً لانتخابات كردستان في اليوم العالمي للمخدرات القبض على 38 ألفاً من التجارة والبرلمانية في فتح مقرات لحماس في العراق نهاية النشرة نلتقيكم على خير في أمان الله